الانترفيو دي جور المنطول بمالخلاتها بسيلة وغيره وبالتالي قدر بش يرفض المنصبة اللي اخذه في سوسا في الامانة العامة ويأسس طيار تبقى الفصلتين من نظام الداخلي طيار الامل يعني مش بدأوا البدو يخرجوا منه ياسر عباد على بكري لا والله اغنانا مشوفش المنصبة بالنظر هذه ممكن بالنسبة لي نجي منتفهم الموقف متاع سيد العادي واني توني رجعوله نوعا ما اما لكن بالنسبة فوز اللومي انا اقول انه هذي شطحة من شطحاته اللي نعرفوها وفوز اللومي راه وعمره مكان رجل سياسي وعمره مكان معناها يشتغل بمنطق المجموعة فوز اللومي تعرفوا جيدا نمشى الجربة بعد روح من جربة قال انا كنت مع جماعة كلوشارات وهذا موجود في تصريحه وقال جماعة اللي موجودة في جربة كلوشارات وكان فما معناها استياء كبير من تواجده حتى في المؤتمر بقبل المنسقين الجيهوين والمنسقين المحليين ولي نحب نجاوبك على كنت نسمع فيك أنا في السيارة على أن المنسقين الجيهوين جابوا لمكراهب وهزوهم المحصول مرزوخ هذي عمره مصار نجم نعطيه كليستة متاع المنسقين الجيهوين الكل بأرقام الهواتف متاحهم وتجم تتصل بهم وكانوا موجودين في المؤتمر من أوله للآخر متاعه وحتى منسق جيهوي ما خرج من الداخل ولا ما خرج كانوا متواجدين كانوا متواجدين لأنهم لا أنا ما فهم ما فهم أما لكن خلينا من المسألة هذه لأن المنسقين الجيهوين هما اللي كانوا والمنسقين المحليين هما اللي كانوا اللي يدينا مو متاع العملية الكل وتعرفوا أن التوصيات متاع جربا هي اللي على أثرها كانت العملية متاع لجنة الثلتاش والتوافقات اللي صارت وغيره نرجع أنه سيفوزي اللومي كان فيما استياء على تواجده وكان فيما حتى معناها كانت مش تصير معارضة كبيرة داخل المؤتمر على تواجده في المؤتمر ولكن حاولنا أنه نهديه الأجواء طلبنا منه أنه يعتذر للمنسقين ولكنه رفضوا قال لا أنا ما نعتذرش وكان موجود ويطالب ويأكد على أنه يكون موجود في القائمة منتع الهيئة السياسية وهذا يبب شهادة الجميع وبشهادة لجنة الثلطاش ويوسف الشاهد ولكن بعد احنا اتدخلنا على مستوى المنسقين وحاولنا أنه نهديه النفوس وأنه كذا وقلنا أنه سيفوزي اللومي ولو أنه قام بالعديد من الضربات نيدية تونس تعرفوا كيفاش خرج وقت الانتخابات وكيفاش خلى لجنة الانتخابات وخرج قبل الانتخابات بمدة نظرا لأنه ما كانش على رئاس القائمة تونس واحد هذا بالإضافة إلى التصريحات متاع وشطحات متاع والي كل مرة يطلعنا بها أنا نقول أنه فوزي اللومي كان أكثر الناس اللي تلبوا شد صحيح باش تكون عنده مكان في الهيئة التنفيذية وطلبوا أنا كنت معناها موجود في الاجتماع الأخير وكان طالب ويأكد على أنه يكون ياخو المسؤولية متاع العلاقة بمجلس النواب الشعب وتم الاستجابة لذلك نظرا قلنا باش معناها ما يكونش معناها خارج الوفاق هذائي وممكن توا نحاول وما بعد حسنه أنا والله أستغرب أستغرب وكان حاضر يعني تتبالح شطحة بالشطحة لا وكان يضرب معناها باش يكون في الصف الأمامي هذائي قدامي أنا كنت جالس وهو حاول يقدمه جابوله كرسي معناها خلاوها معناها خارج لصف باش يشوفه باش يكون في الصف الأمام باش يشوفه والله معناها أنا أندهش نعم أنا أندهش كيفاش اليوم فوز اللومي يقوم بالتصريح كماذا ولا يكتب وهذه حكاية الكورون كان عنده الكورون دستوريا كان معناها يتزعم في التساترا وبعد قالوا لتساترا يا ولدي رك انتي ما تمثلناش وراك انتي ما تنجمش تعمل هالكورون دستوريا تواه وعمل لنا هالكورون الأمل وكأنه فوز اللومي هالديمقراطي الكبير وهالشخصية معناها السياسية الفذة في البلاد اللي اليوم ولا يعمل في هال تحكي بقساوة يعني تحكي بقساوة على مردوغ لا 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 لو أغريمكم تواه نحكي نحكي بقساوة لأنه سيدة ذايا معناها ظر رياسر الحزب ظر رياسر الحزب